موسيقى ببلوك نوت اليوم معي أسيد إلي مسعد من ألدا بيوتي لونج انت سبا ألدا بيوتي لونج انت سبا بونجور إلي من 2002 اليوم عم تهتموا بجميع الوسائل التجميلية للنساء يعني ما بعرف قدير رح تستمروا قدير رح تتطوروا بعد لأن اليوم رح نتعرف على ماشينتين جديد عندك صحيح رانيا صحيح شو هي أول ماشين قبل ما بلش بأول ماشين هيك رح أرجع زكر مشاهدين أنه نحن موجودين على أوتسترات جلديب نقلنا اللوكال القديم لقبل ببنايتين قبل جسر المشاهد دغريصار صحيح مثل ما قلت حضرتك نحن من 2002 إلى هلأ مسيرة طويلة وأكيد هالمسيرة عم تطور وكل سنة متطور عن سنة ودايما منتبع كل التكنولوجيا الجديدة كان بالماشين ولا بغير الماشين نحن أساسا عنواننا الأساسي هو فرانشايز لتيرميد ساتونيا بتوسكني بإيتالي وهيك بلشنا وأكيد طورنا لأكتر عدة إشياء يعني جربت بالأول نعد الخدمات اللي عندكن إياها إنما ما قدرنا لأنه مش معقولة نقدر نحصى كل شي عنا ليسة طويلة جدا وأيضا السبا اللي مشورين فيه مثل ما تفضلت وقلت يلي عن جد منفوت يمكن بمزاج منظهر بمزاج مختلف كليا صحيح صحيح عنا اليوم مكانتين جديد مكانة للوجه ومكانة للهار ريموفل أول مكانة هي دي سافن الدي سافن نعم رح نحكي اليوم عن اثنين توبك أول شي هو دي سافن اللي هي ماشين كتير جديدة وصلت لعنا بتلشد الوجه وتاني توبك عن الهار ريموفل والإنوفيشن فيه يعني أكتر موضوعين بهم المرأة صراحة الليفتينغ من دون عمليات والهار ريموفل بالوجه صحيح هذه دي سافن رح نفرجي شوي هون مثل ما عم نشوف بالدي سافن كيف لو بيخففوا شوي السلايد نشوف فرجي أكتر للمشاهدين عم يورقوا كتير بسرعة عم يورقوا الصور كتير بسرعة لأنه هو فيديو اللي ما بعرف منرجع منعيدون يمكن إذا فينا بعدين إنما عم نشوف هون هون دي سافن رح نفسر ند في صغيري شو هي دي سافن دي سافن هي ماشين تشتغل لشد الوجه بتشتغل بعكس الدقانيات الأديمة كلها اللي بتشتغل بس على الجلدة نحنا ما بنعرف أنه طبيب التجميل بس بديو يعمل عملية شد وجه بشيل الجلدة لحدود العضلة وبيشد العضل بالخطان بيقطبون بيرجع بقص الجلدة هيدا الشي قدرنا بردي سافن نعمله بدون جراحة إذا متل ما عم تشوفي هون على الرقبة مشاددين عليها بشكل خاص لي صحيح الرقبة وعننا كل شي دبلة شن إذا كمان سيون نازو جانيال لحد المناخير تحت التم هول ببين قنز علانين الاخدود كمان هيدا بيزعج المدام كتير خاصة بعمر معين بس يقشو توجه على عدمة الوجه تبعه متل ما هون عم تشوفي حضرتيك ليك كيف بتخف هيدا هون عن الرقبة كيف قداش بتصغر هيدا بس بديقول أنه بجلسة واحدة نحنا بناخد هالنتيجة نعم قدي وقت الجلسة وقت الجلسة تقريبا شي خمسة واربعين دقيقة المهم كتير أنه بجلسة واحدة بناخد نتيجة بتهدي لسنة ونص حلو بعد السنة ونص بيرجع نفس الشي متل ما كان نشوف العيون العيون بيشقول الحاجب وحوال العيون إذا فيه ريد هودة أوروبو بيروحوا نعم كمان تحت العيون بتحسن كتير هل فيه ألم وجع وجع كتير خفيف والمهم كمان أنه ما فيه داون تايم يعني بيخلص من عندنا الشخص بيتابع نهاره عادي بتفتح مرار عشر دقائق بيروحوا لأنه نحن ما عم نشتغل على الجلدة عم نشتغل غميء على بارت اسمها السماس اللي هي بين العضلة والدهون نحن بس عم نعمل نوع من تورمال كواغوليشن يعني شو تحديدا شو بيصير هاي دي نوع من الألترا ساوند لأنه ما فيش يبيوصل لها الغمق ولا الليزر ولا الاي بيال ولا شي ولا الراديو فريكونسي هاي دي نوع من الألترا ساوند الموجات المفوق الصوتية بتفوت ع نقطة وحدة بتعمل نوع من الحرارة القوية على الأبونيفروز يعني على الغشاء تبع العضلة وعلى كعب الدهون هاي دي التورمال افكت اللي عم بيصير هاي دا بيعطي هالنتيجة منكون عم نشد العضلة عم نشد الجلدة بنا في الوقت أكيد بكارتش تاني كمان نشتغل على الأبيرنس تبع الجلدة سو منكون شدين العضلة ومن تحت التيشوس كلهم اللي هني شقلناهم متل ما بيشدهم الطبيب ونفس الشي ومن دون ما نحتاج أنه نعبي ببرودوية معين لا لا هون عم نعمل نحنا فيسلفت لشد الوجه يعني متلا منقول نحنا بالفلر إذا بنا نعبي خدود الخدود بياخدوا لنقول إذا قبل ما نشد وجنا شيء إبري بكلميلي يمكن إذا عبينا فلر إذا عملنا دي سافن رح تاخد كل وجه نص إبري خاصة متلا بمحلات معينة تعرفي حضرتك أنه الشخص كل ما يكون أصغر بالعمر كل ما ياخد فلر كمية أقل ويبين أكتر وكل ما يكون رخوي جلبته بيضطر الطبيب يحط كمية أكتر من الفلر هون بعدنا عم نشوف كيف بيطلع الحاجب رانية هون بيشئول شوي بيعطيكي إففال بوتوكس الخفيف نعم نرجع منقول هيدا النتيجة في قسم تقريبا بلبنان 40 إلى 50% عم ياخدوا نص عم ياخدوا نتيجة إميدية بعد الجلسة قدي يعني تاني يوم تلت يوم بيضل تشتغل لثلت شهر يعني بيضل يحس الشخص اللي عمل المشين أنه عم بيشد لثلت شهر وبعد الثلت شهر أكيد بيصير ستابل بيضل لسين ونص حلو كتير هل في أي عوارد جانبية لها المشين الألترا ساوند الطريقة اللي عم تشتغل فيها أبدا الألترا ساوند ما العوارد جانبية بتعرفي حضرتك أنه البيبي بيحبن له ألترا ساوند مدام اللي تبقى حامل حامل نعم ما فيه العوارد جانبية بس هي تكنولوجيا كتير جديدة وكتير عالية لقدرت توصل لهيدي تعمل هيدا النتيجة وطبعا الفرق بينه وبين الفيلر والبوتوكس أنه بتطويل طبعا أكتر بكتير ما فيه بحاجة أنه نشك ويمكن ما بعرف إذا بيخف الترهل من بعدها يعني لما بيخف المفعول يمكن طبعا مش رح ترجع هالجلدة أنه مثل ما كان يتقبل هالأد صحيح هذه كتير مهمة لأنه نحن عم نعمل رجوفينيشن بس توضيح هي ما بتحل محل الفيلر والبوتوكس بتخفي في البوتوكس ايه؟ وبتخفي في الفيلر يعني اليوم الفيلر هو بعبي بيعطي فورم نحن عم نشد إذا شدينا ما بنعمل فورم نحن عم نشد بشرة وعم نشقلها كلها سوا يعني إذا معمول الفيلر أو بوتوكس في أي أشكال إذا عمل بالـ D7؟ أبداً أبداً ما في شي بيتعارض حتى أنا نحن دايماً منقلهم بتعملوا الـ D7 وإذا بتكون شوية بوتوكس بدل ما تعملوا كتير بتعملوا شوية وفيلر بتعبوا شوية خفيف إذا أنتم بتكون تاخدوا فورم بس هي أكتر من أنه بتحل محلهم هي بتشقل الوجه كل السيني كل العلامات بتاعتي العمر اللي هي بتبقى تنزل هون عند المرأة وعلى السيونات هون وهون هو دي كلهم بس نشقل الوجه بيشقلوه وحتى لو معمول قبل كمانا بيرجع كله بيتزبط من بعد الـ D7 أكيد نعم وهل هالماشين هايدي يعني أم عم بت أوقات يمكن بتحرق الجلدة أما أوقات يمكن بصير في أحمرار زيدة عن اللزوم هل صار في هيك أي مشاكل بهالموضوع؟ لا أبداً ولا مرة هي بتشتغل نحنا منفوت تقريباً نص سنتيماتر غمق أبداً ما بتأثر على الجلدة أنه نحن ما عم نشتغل على الجلدة والأفضل أكيد كلما كان الوقت أبكر يعني كلما كانت الجلدة ببداية التراهل ينشغل فيها أسرع صحيح؟ صحيح هي من 35 ل 65 سنة الإيديال لهذه النتيجة بهمنا كتير في ناس بيجوا لعنا بيكون حتى عمرهم أكتر من 65 بس بيكون عندهم ماس جريسيوس بيوجهن بيكون وجهن ناصر ومنحسوا أنه منا جلدة رقيقة ورفيعة وبينشى الحال هاي دي بتاخد نتيجة بس أكيد أحسن نتيجة بتتاخد بين 35 ل 65 سنة نعم عندنا موضوع تاني اليوم لنستفيد هيك من وجودك معنا هو إزالة الشعر المكانات عم تتغير والمكانات عم تتطور وما ما عم نعرف شو النقي اللي صراحة يعني صحيح عندكن أيضاً مكانة جديدة لإزالة الشعر؟ نحن هلأ رانيا بنعتبر من أهم السنتريت بالعالم بتجهيزاتنا لإزالة الشعر مش بالمنطقة بالعالم لأنه اليوم كل حداً عنده مشكل بإزالة الشعر عم بيعاني من عدة جلسات عم بيعاني من وجع بيقولوله أنه عملت رزيستنس الشعر صرت عم تاخد عشر جلسات من قل له يزورنا لسببين أول سبب وجع قليل تاني سبب كتير باور قوية للماشين بوجع قليل وهيدا الكمبيناتشن ما كانت موجودة إلا هلأ عن جديد من ثلاثة شهر طلعت وصارت عنا ونتيجة نتيجة خليني نقول نحن ما فيه هلأ بس يمروا الفيديو بفسر أنا شوية عن النتيجة بس إجمالاً ثلاثة أربعة جلسات عم بيكونوا خلصين وهيدا ما كان موجود قبل بوجع خفيف وبباور كتير عالي نعم عم نحكي عن إزالة الشعر بالجسم أو إزالة الشعر بالوجه إزالة الشعر بكل الجسم والوجه هون منشوف مرأة صورة الماشين هيدا الشعرة بتبقى هيك هيدا البصلة تبع الشعرة نعم ليش أكتر من جلسة منشوف هون عدة مراحل الشعر بيمرؤ فيها إزا كانت كلها سودا بتموت إزا ما كانت كلها سودا ما بتموت هون منشوف إزا حيالة بقارت من هول تلاتي إزا ماتت بالليزر بتقتلع أحسن تكنيك مثل ما بيبين الجراف على امتصاص الليزر هو الأليكساندرايت الماشين اللي عندنا بتشتغل على كل أنواع البشرة ما كان فيه أليكساندرايت بالزمنات بتشتغل على كل أنواع البشرة سينكرو هي بتشتغل على كل أنواع البشرة يعني فينا نكون برونزة ونقدر نعمل الليزر أكيد فيك تكوني برونزة لأنه هيدا كان العائق أساسي كمان يعني غير الواجع وغير الطولة اللي بدأت تكون مع الليزر عم بيكون فيه عائق اللون صحيح عم نشوف هون كيف تشتغل هون عم نشوف كيف تشتغل الماشين مثل ما عم تشوفي هون منطقة كتير حساسية أبدا ما فيه واجع بدون بنج هيدا بشرة مانا كمان غامقة شوية تعتبر فور سكين تايب فور كانت تحرق يعني هيدا الرسل صغير هالقد بيعطي نتيجة حوالي هو تقريبا بيوصل فينا نكبره لعشرين مليمتر الدياميتر هون كمان عندنا تقنية كمان بالليزر عم تشتغل على الفريس الرفاع وعلى البقح الموجودين بالوج هيدا الفريس إذا كان بيقولولو انتي لانجيكتازي بيروحه عم تشوف النتيجة دغري 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 جلسة واحدة بيبين فورية نعم مثل ما بتشوفي حضرتك نتيجة فورية هي زيت الماشين اللي لا هيدا غير تقنية كمان بالندياق ليزر مش معقول يعني هول المشاكل يلي بالفعل كانوا يعانوا مننا الأشخاص صحيح اللي عم بتكون سهلة جدا بالفعل هيدا هي الماشين طبع الليزر هون متفرجيكي كيف إذا عنا بقح من جلسة واحدة بيروحوا إذا كانوا بقح نوع من اللانتيجو مثل هيدا جلسة واحدة عم نقدر ناخد هيدا النتيجة مثل منبينة بالصورة كمان النمش بيروح كل شي بقحة يعني مانا موصلين ببعضهم إذا الوجه بيروح نعم إزالة الشعر هل رح تكون دائمة أو يمكن نعوز أنه نرجع نعمل مينتننس لا ما فيش إسمه مينتنس رح فسر شوي أكتر فاس شعر بيدل يطلع ستة شهر نعم يعني إذا الشخص بيجي لعنا اليوم منبلش له بعد شهر ونص بيعمل بعد شهر ونص بيعمل على أربع جلسات ماكسيموم عم ياخد نتيجة بتخيل أنه خالصة إجمالا إذا بيضل سيكل الشعر ستة شهر يعني اليوم خلص حدا إزالة شعر وبعد ستة شهر إجا لعنا وما طلع له شعر وإجا بعد عشر شهر قالنا طلع لي شعر هيدا غير شي بيكون سببه شو بيكون أرمونال بيكون أرمونال جميلا بيكون أرمونال نحنا دايما منقول الشخص اللي بيجي لعنا يزورنا عنا نفتح من تسة إلى ستة كل أيام الجمعة بالسناء الأحد بيخضع لمعاينة مجانية الأخصائية بتسأله شو لازم يعمل بين عمل الفحوصات قبل بتطلبوا أوقات فرصة هذا الهرمون إذا في لزوم منطلب من إذا أنت من إلا تروح عند الطبيب النسائي تستشيره هو أكيد بيطلب لفحوصات ونحنا منكون على كونتاكت معه منتصل فيه وناخد رأيه بهذا الموضوع يعني عندكم فريق طبي أكيد نحنا المركز بإشراف فريق طبي كامل وبتعاون مع فريق طبي يعني ماشين مثل الدي سفن هل بيشتغل علي طبيب جلد؟ صحيح نعم والمكانات الليزر مكانات الليزر بيشتغل علي تيرابيست بس بيإشراف الأطباء أكيد الموجودين وطبعا يمكن بيكون فيه تدريب دايم دايم أكيد على جميع المكانات الجديدة أكيد ما مفوت نحنا ماشيين لعنا نحنا منقول كمان عن الليزر بس ذاكي المشاهدين أنه بيدفعوا بس أربع جلسات إذا عازوا ببلايش بلاش بس نحنا عم نقول لهم عم بيخلصوا بكير هذه الموضة الأديمة طبع عدد الجلسات لكتار خلصت عنها خي يعني حليت لنا مشاكل كتير نساء بالشرق الأوسط عندهم إياها تحمست إنا أنزل لعندكن اللي مسعد أهلا وسهلا فيك من الدا بيوتي لونج انت سبا مجاهدينا وقفة أصيرة ومنتابع على عيف اشتركوا في القناة